في ليبيا بدأ فريق دولة فلسطين لتدخل والاستجابة العاجلة برئاسة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بيكا بمهمته الإنسانية للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين ومفقودين جراء السيول والفيضنات التي ضربت شرق البلاد وكان في استقبال فريق دولة فلسطين لدى وصوله إلى مطار ترابلوس وكيل وزارة الخارجية لبي محمد زيدان ومدير الإدارة العربية سفير أسامة بغني وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية إضافة إلى ممثلي خلية الأزمة وسفير فلسطين لدى ليبيا محمد رحال وطاقم السفارة هذا وبتعليمات من سيد الرئيس محمود عباس وصل وفد دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة إلى الأراضي الليبية وبدأ فورا بإجراءاته لمد يد العن والمساعدة للمتضررين من الإعصار الذي ضرب شرق البلاد وخلف ألاف الضحايا والجرحة نيابة عن شركة المجلحة وعن جميع الشعب الليبي نشكر الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي فيك على تلبياتها في واجب الإغتاء بالحفاوة والترحيب استقبل كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الليبية فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة حال وصوله إلى الأراضي الليبية لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين جراء الإعصار الذي ضرب البلاد بتوجيهات من السيد الرئيس وبإشراف الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بناء على تعليمات سيات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وتوجيهات معاني وزير الخارجية المغتربين الدكتور رياضي المالكي وفد دولة فلسطين للتدخل لإستجابة العاجلة وصل فجر هذا اليوم إلى الأراضي الليبية في مهمة إغاثية إنسانية ستستمر لمدة أسبوع هذا الوفد الذي يضم خبراء من وزارة الصحة الفلسطينية أطباء متخصصين وخبراء من الدفاع المدني إضافة إلى طاقم هيئة لدعوة تلفزيون والإعلام الرسمي بإشراف من الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي اجتماعات مكثفة باشرة بإجرائها الوفد لإعداد خطة عمل لمساعدة المنكوبين في مدينة درنة التي بلغت حصيلة الضحايا فيها نحو عشرين ألفا بينهم تسع عائلات من جاليتنا قضوا نحبهم نتيجة الفيضانات والسيول وعليه فقد نكست سفارة دولة فلسطين العلم حدادا على أرواحهم نعم نحن ممتنين جدا لما تقوم به الدولة الفلسطينية تجاه الإخوانكم في ليبيا ومشكورين على هذا الدعم وإرسال فريق الإغاثة والفريق الطبي لمساعدة إخوانهم في العثور على المفقودين كما سيقدم فريق دولة فلسطين مساعدات غذائية وتجهيزات طبية وصحية للعائلات المتضررة من الإعصار مقدمة من السيد الرئيس محمود عباس كمساهمة فاعلة للتخفيف من هول معاناة المنكوبين والمتضررين جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت شرق البلاد أشكر السيد فخامة الرئيس على قراره بإرسال العاجل فرق الإغاثة إلى دولة ليبيا وذلك توطيد العلاقات الفلسطينية الليبية فخامة أمر بإرسال أيضا مساعدات لأهلنا وإخواننا أشقائنا في ليبيا مكونة من بعض المساعدات الطبية إضافة إلى المساعدات الغذائية وبعض المستلزمات الأخرى الخاصة بالحدث الموجود في مدينة درنا كخلية نحل باشرة فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة بإجراءاته الإغاثية لمساعدة المتضررين فور وصوله الأراضي الليبية بهدف مساعدتهم ومساندتهم على تجاوز هذه المحنة من العاصمة الليبية طرابلس خالد مطاوع تلفزيون فلسطين